بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف إن يكون موجود مع حضراتكم في يحكى أنا كل أسبوع وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة أغلب فترات الحلقة وممكن حضراتكم تبعت لنا الأسئلة اللي أنتوا عايزين تعرفوا أجوبتها ممكن تبعت لنا الموضوعات اللي حابين إن احنا نتكلم فيها وأكيد ممكن حضراتكم ترجعوا لأي جزء سابق من محتوى حلقاتنا بالكامل هتلاقوها موجودة سواء على فيسبوك أو على اليوتيوب أو أي وسائل تواصل أخرى النهاردة إحنا بنكمل الجزء الثاني من الحلقة اللي بدأناها الأسبوع اللي فات وقلنا فيها إن بنحكي عن مهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرز وزي اتفاقي مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت قلنا هندخل في الحلقة على طول مش هنقول أي حاجة تقالت في الحلقة اللي فاتت وده لضيق الوقت إن الموضوع ده ممكن يقود 3-4 حلقات فعلشان كده أنا بستسمح حضراتكم وبأرجوكم إن اللي ما شفش الحلقة السابقة يشوفها على وسائل التواصل علشان يقدر يجمع أو يفهم إحنا بنتكلم فيه تمام كده ملخص الحلقة اللي فاتت كان فيه حاجات كتير قوي بس أنا كنت عايز أركز على نقطة وحيدة لازم حضراتكم تكونوا مقتنعين بها تماما وهي أن مهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرز مهارة مهارة بكل ما تحمله الكلمة من معاني زي المشي وزي الكلام وزي الأكل أي مهارة تمام كده وهتفضل مع الطفل طول عمره وبيتعلمها في الوقت ده فبالتالي لازم ياخد وقته في تعلمها ولازم نتحلى بالصبر المطلق وأنا قلت الصبر المطلق ده واتكلمت عنه كتير قوي قوي الحلقة اللي فاتت واتكلمنا عن حاجات كتيرة برضو بدعوكم إنكم ترجعوا للحلقة السابقة التحكم الإراضي في التباول والتبرز يحكى أن دكتور محمد ريفا النهاردة بقى هنكمل على طول أول حاجة عايز أقولها لحضراتكم في حلقة النهاردة جملة مهم يعني مبدئين مهمين جدا هي يعني مبادئ في هيئة جمل المبدأ الأول هو ممنوع الإحساس باليأس ممنوع الإحساس باليأس ليه أنا بقول لكم الحكاية دي لأن كتير جدا جدا من الأمهات وأنا بتكلم عن الأمهات مع أن المهارة دي لازم يشترك في تعلمها للطفل الأم والأب أكيد الأم بيبقى مجهودها أكبر زي العادة مجهودها أكبر مع أطفالها في كل حاجة ولكن فكرة أن الأب ما يبقاش له دور لا ده الأب له دور مع الطفلة أو الطفلة اللي بيتعلمه المهارة وله دور مع الزوجة اللي هي الأم وقلنا ده برضو الحلقة اللي فاتت ممنوع الإحساس باليأس لأن ممكن ييجي فترة أو إحساس كده في فترة ما على بعض الأمهات ويحسوا أنهم عندهم مشكلة يحسوا أنهم ابنهم مش فاهم إحنا بنقول إيه أو مش مستوعب أو بلاش فاهم ومستوعب بس ما بيعملش حاجة خالص من اللي إحنا بنقوله عليه لا بيقول لنا ولا بيمسك نفسه ولا بيشاور ولا حاجة خالص ومع هذا بقول لكم أن كل هذه الأمور واردة وبتحصل مع كل الأطفال في كل مكان في العالم بلا استثناء بلا استثناء فبالتالي كل ما ييجي عليك إحساس بالضيء أو لقدر الله الخوف مش عايز أقول بقى اليأس إن اليأس دي كلمة كبيرة قوي الخوف أو الديق أو التشكك ها اشحني بطارية كده حماسك مرة تانية وافتكري الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك وعايز أقولك أن الفطرة الفطرة هي اللي بتعلم الطفل إحنا بنعمل أدوات إحنا مجرد أدوات إحنا وسائل إنما هو بالفطرة هيمسك نفسه بالفطرة لأن الطفل وده اللي حضراتكم كتير منكم بيوش عارفينه إنه مش هيبقى حابب إحساس إنه هو زي ما بنقول كده باللغة البسيطة إنه يبقى عامل على روحه هو اللي مش هيبقى حابب فهو اللي هيسعى إلى إبداء التحكم وإبداء مزيد من الجهد علشان يتحكد حتى وإن بين لنا إنه هو مش في دماغه خالص إياكم واليأس شوف أنا بقول زي ما قلت الحلقة اللي فاتت كده الصبر المطلق أنا بقول لكم في الحلقة دي إياكم واليأس إياكم والديق آه الديق أمر مشروع والجهد وخاصة المهارة دي علشان الأطفال تتعلمها بيكون فيه جهد حقيقي من الأم من الأم من الأم شوفوا أنا عملا أقول الأم كم مرة ومن الأب تمام ولكن كل هذا المجهود لا يجب أن تقارنيه برد فعل طفلك في الأيام الأولى أو حتى الأسابيع الأولى لأنه ممكن يبقى رد فعله محبط جدا لقدر الله لحضرتك سواء طفلة أو طفلة ولكن تأكدي أن الطفلة هيتعلم تأكدي أنها حاجة مرت على كل الأمهات في كل العصور وفي كل الأزمنة ده كان أول مبدأ عايزين نتكلم فيه طيب المبدأ التاني إيه في تعلم مهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرز عند الأطفال أن احنا ممكن نقدم بعض التنازلات حسب شخصية كل طفل المهم الوصول للهدف طيب يعني إيه بقى الجملة دي هتقولولي إيه التنازلات اللي ممكن نقدمها حسب شخصية كل طفل هقول لكم لازم يبقى عندنا هدف في المرحلة دي أن الطفل يتعلم التحكم الإراضي في التباول والتبرز مش صحي كده هو ده الهدف الواضح والصريح تمام الهدف ده نأجل بقى أو نتغاضى عن بعض الأشياء الأخرى المحيطة بالطفل خلال هذه المرحلة هقول لكم أمثلة عشان تفهموا قصدي يعني إيه يعني مثلا مش لازم لما الطفل يلعب يلم لعبه بعدها هتقولولي الله بس ده سلوك وتربية وكاء ما قلتش حاجة بس لازم نكون عندنا قناعة ومرونة إن إحنا نكون قابلين أو متقبلين أن يكون هناك بعض التنازلات من عندنا في سبيل الوصول إلى الهدف الرئيسي بتاع المرحلة دي الهدف الرئيسي في المرحلة دي إيه إن الطفل يتعلم التحكم الإراضي في التبول والتبرس فلا يجب إن إحنا نضغط على الطفل من اتجاهات عديدة لم لعبك اتكلم بصوت واطي ما تعملش مش عارف إيه اخسل إيدك بعد ما تأكل أو تعالى نخسل إيدك خليك مؤدب وأنا بلبسك سيب الريموت بتاع التلفزيو فاهمين قصدي اقبلوا أنا اللي بقولك اقبلوا تنازلوا قليلا وده مش هيبوص تربية الطفل أو الطفلة خالص لكن إحنا بنركز على هدفنا عايزين طاقتنا وطاقة الطفل يكونوا الاتنين موجهين نحو إنجاز هذا الهدف هدف سامي هدف غالي هدف كبير جدا جدا فأي حاجة تخدنا شوية من الحكاية دي مش برضو كلامي مش في المطلق فاهمين قصدي مش إن الطفل يعمل لقدر الله يعني مصيبة بعد الشر وإحنا نتغاضى ونقول لا ما إحنا خلينا مركزين لا أنا بقول إيه نخلي ترتيب الأولويات عندنا الأولوية دلوقتي هي كذا فاهمين قصدي الأولوية دلوقتي هي الهدف ده تعلم هذه المهارة المهمة جدا جدا يبقى نتنازل ونتغاضى عن بعض الأشياء الأخرى وقتية مؤقتا هنرجع لكل حاجة تاني بس لما الطفل يتعلم هذه المهارة دول المبدأين المهمين جدا اللي حبيت إننا نبدأ الحلقة النهاردة مع حضراتكم بهم المبدأ الأول هو إياكم واليأس اوعوا تحسوا باليأس في أي مرحلة تمام والهدف والمبدأ الثاني هو أن يكون لديكم مرونة وتقبل لفكرة تقديم بعض التنازلات المؤقتة تجاه بعض سلوكيات الطفل أو بعض الواجبات اللي على الطفل في مقابل يعني نتغضى عنها شوية أو ما نكونش بنفس السرامة المعتادة تجاه هذه الواجبات في مقابل أن ننجز أو أن نساعد الطفل على إنجاز الهدف الرئيسي الخاص بهذه المرحلة وهو تعلم هذه المهارة الهمة جدا طيب نيجي بقى لآليات التعلم نفسها مهمة أوي إن حضراتكم تعرفوا إن مهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرز بتتم عبر ست مراحل ست مراحل هذه المرحلة هذه المهارة تتكون من ست مراحل كل مرحلة من الستة ست مراحل كل مرحلة بتاخد قد إيه؟ من أسبوعين إلى شهر وده المتوسط من أسبوعين إلى شهر وده المتوسط فاهمين قصدي؟ يبقى بحزبة بسيطة لما نقول أسبوعين وهما ست مراحل يبقى الفترة يعني السريعة جدا لتعلم الطفل هذه المهارة لا يمكن أن تقل عن ثلاث شهور ده اللي هو أقصى فترة فيها سرعة تمام؟ والمتوسط بيكون ست شهور لأن لو كل مرحلة خدت شهر فاهمين قصدي؟ يبقى مرة تانية احنا قلنا الكلام ده الحلقة اللي فات بس مقولناش المراحل قلنا مرة اللي فات إيه؟ مفيش حاجة اسمها أن أم تيجي تقول إيه؟ ده أنا علمت ابني في أسبوع ده أنا علمت ابني في يومين ده أنا مفيش حاجة اسمها كده؟ كلمنا الحلقة اللي فاتت عن العمر المناسب وكلمنا عن عن فترة التدريب المقبولة خلاص وإحنا بنقول لكم هو أن فترة التدريب بتكون من ثلاث شهور إلى ست شهور ده المتوسط يعني ده العادي يعني هو كده لما متأخر ولا سريع فاهمين قصد ده المتوسط خلاص هو لو سريع أو يحيبى ثلاثة شهور ولو متأخر ممكن التدريب يصل إلى سنة آه ممكن فترة التدريب تصل إلى سنة وفكروا كده هتقولوا سنة هنقعد في الموال ده سنة آه هنقعد في الموال ده سنة لأنه موال يستاهل هذه مهارة تستمر مع الطفل طوال عمره ومرة تانية زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت كتير جدا هرجع وقول لكم تاني الصبر المطلق الصبر اللي هو ملوش حدود الصبر اللي هو هو هيتعلم خلاص معلش وعايز أقول لكم حاجة أنه لما بنقول سنة ده يعني ده مدة يعني طويلة جدا خلاص لكنها كده كده حتى لما الطفل بيتحكم وبيتعلم ما ينفعش نقول إنه تعلم وبقى تمام وبقى مية في المية ونديله وشهادة التخرج وشهادة الإيجاز بتاعة المهارة دي إلا بعد مرور سنة من تاريخ بداية التدريب لأنه وارد أي حاجة تحصل زي ما تسمعوا مني دلوقتي وارد إنه يحصل أي حاجة تخلي يحصل عدم تحكم مؤقت فاهمين قصدي إنما لما حد يقول إيه يعني ممكن الموضوع ده يقعد شهور ها يقعد شهور بس مش هيكون بنفس بنفس القسوة وبنفس المجهود خلاص بيبقى فيه بقى fine touch زي ما بنقول بيكون فيه التزبيطات الأخيرة فاهمين قصدي عارفين زي ما ييجي حد كده مثلا بيبني حاجة أو بيشطب شقة ولا حاجة ففيه مراحل بتبقى في البداية بيكون مرحلة مرهقة جدا والصنايعية بيشتغلوا وبيعملوا بتاع وفيه مراحل أخيرة بتكون بيها فيها بقى التزبيطات الأخيرة آه فيها مجهود وكل حاجة ولكن هذا المجهود لا يقارن بالمراحل الأولى خلاص التركيز على الهدف الرئيسي في التعلم في الفترة دي أمر ضروري جدا وأنا شرحت لحضراتكم إن احنا ما نشغلش الطفل بواجبات إضافية مش زي بقى المبدأ التاني اللي أنا قلته لكم في بداية الحالة لا يعني إيه مش لازم نعلمه حاجات تانية دلوقتي خالص خالص مش لازم نعلمه يربط رباط الشوز بتاعه مش لازم نعلمه إنه هو يخسل سنانه إزاي مش لأ فاهمين قصدي إذا الطفل تقبل وتعلم خير إنما لو حسينا إنه هو مش مهيأ لتعلم أو يعني طقته مستنفزة في مجهودنا معاه في تعلم هذه المهارة نركز على هدفنا الأساسي ست مراحل المهارة دي عبارة عن ست مراحل ودايما بيحصل ما يعرف بالأوفرلاب أو التداخل في نهاية المراحل يعني مثلا هتلاقوا المرحلة الأولى والتانية في نهاية المرحلة الأولى تدخل في التانية ونهاية التانية تدخل في التالت هتفهموا قصدي دلوقتي طب إيه المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى ان احنا نطلب من الطفل اللي عايزينه بكل الطرق الممكنة في حد هيقول الله هو دي عايزة مرحلة يعني طب ما هو فاهم ان هو ان احنا عايزينه يعمل في الطايلت لا الاطفال ما بتفهمش ضمنا احنا لازم نقوله بكل الطرق الممكنة لازم نشرح له بكل الوسائل الممكنة بالكلام بالشرح بالدمونستريشن زي ما بنقول ديمونستريشن اللي هو ناخده كده ونقوله احنا عايزين عمر عايزين تالية عايزين محمد عايزين ندين تعملوا هنا تعملوا زي الكباء بكل الطرق الممكن احنا هنكون مبسوطين انكم تعملوا هنا احنا لازم نقلع الحفاظة الكبار بيعملوا هنا الشطرين بيعملوا هنا خلاص كده المرحلة الاولى ان احنا اللي بنقول خلاص كده المرحلة التانية خلاص ان الطفل يفهم احنا عايزين ايه ويظهر ذلك باشارات معينة او بكلمات معينة او انه يربط الطفل يعني الكلام بالفعل منه زي ايه زي ان احنا مثلا لما نيجي نقوله ايه ها لما تعوز تعمل او الكبار بيعملوا فين يروح مشاور على الطويلت احنا هنكون مبسوطين منه قوي منك قوي 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 لما ايه اللي يحصل قولك طويلت مثلا او ان انا عمل في الطويلت او ان انا سيب الحفاظة فاهمين ايه باشارة بكلمات بهزار بدحك باي وسيلة الطفل احيانا الاطفال بتبقى مبتكرة جدا في وسائل التعبير عن نفسها يبقى المرحلة الاولى احنا اللي بنقول احنا عايزين ايه المرحلة التانية الطفل بيفهمنا او بيدينا اشارات زي ما قلتلكم الاشارات دي ممكن تبقى بالكلمات او بالاشارات فعلا يفهمنا انه فهم ممكن الناس تفتكر ان دي حاجة واحدة لا مش حاجة واحدة يعني زي ما تيجي انت تقولي لطفلك ايه ابقى اقفل الباب بالراحة اقفل الدرج بالراحة انت قلتي لكن هو لسه كل ما يفتح حاجة يروح مرجعها بيرزعها كل ما يبقى هو كده ما فهمش لسه لما تلاقوه نقوله ايه ها المفروض الدرج المفتوح ده بنقفله ازاي يقولك بالراحة او يروح هو عامل بايده حركة انه هو الدرج ده يقفل بالراحة يبقى هنا الطفل فهم يبقى مش نهاية المطاف ان احنا اللي نقول لأ ان احنا نقول دي مرحلة ان الطفل يفهم دي المرحلة التانية خلاص طيب ايه بقيت المراحل هنطلع لفاصل ونرجع بسرعة جدا عشان نقولك باقي المراحل الخاصة بهذه المهارة يحكى انه مازال متواصل خليكم معا اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة وحلقتنا النهاردة هي الجزء التاني من موضوع مهارة التحكم الاراضي في التباول والتبرز عند الاطفال بنعلمهم ازاي وكلمنا الحلقة اللي فاتت عن حاجات كتير وكلمنا في الجزء الاول من حلقة النهاردة عن حاجات برضو كتير وكلمنا عن مبادئ مهمة جدا وختمنا قبل الفاصل كلمنا عن مرحلتين من الست مراحل الخاصين بهذه المهارة قلنا المرحلة الاولى ان احنا بنقول للطفل احنا عايزين ايه احنا عايزين منه ايه بنشرح له هذه المهارة اما المرحلة التانية فهي إن الطفل يبين لنا إنه فهم إحنا عايزين إيه وشرحت لحضراتكم إن دي مختلفة خالص عندي طيب المرحلة الثالثة خلوا بالكم بقى المراحل الجاية دي الثالثة والرابعة تحديداً يعني بيبقى فيهم بقى شوية مشاكل كده مع الأطفال يعني ربنا ما يجيب مشاكل بس فيهم فهم خاطئ من الكبار بقى مش من الأطفال المرحلة الثالثة إن الطفل يحاول يتحكم ويفشل ويقول لنا هتقولولي إيه اللي بيحصل هقوللكم اللي بيحصل في جملة واحدة هتلاقي الطفل جايلك يقولك ماما طويلت أو توالت أو بيب بي أي حاجة بقى أنتوا اتفقتوا عليها خلاص أو الموضوع التاني اللي هو الستول اللي هو البرازيا مثلاً يعني خلاص كده خلاص فأنت تفتكري نوع إيه خلاص أهو هيقول وأنت لسه بقى بتجهزيه أو بتعايزة توديه بقى للتوالت تفاجئ إنه عامل هي دي المرحلة الثالثة فدي المرحلة بقى المحبطة جداً للأمهات وهو إحباط غير موضوعي حضرتك بتحبطي على حق ده أنت مفروض تفرحي تفرحي لأنه في المرحلة ابنك دلوقتي في المرحلة الثالثة من الست مراحل هتقولي طب ودي حاجة تفرح أه طبعاً حاجة تفرح ارجعي كده بالذاكرة حبة صغيرين بس الورا كده طب ما هو كان بيعمل من غير ما يقولك دلوقتي ابتدى يقول عارفين القول ده معناه إيه بالنسبة للطفل إنه حاول وفشل إنه حاول وفشل خلاص قبل كده كان بيعمل خلوا بالكوه من ساعة ما تولد لغاية العمر اللي إحنا فيه ده ها لغاية العمر آياً كان بقى إحنا التفاقنا من الحلقة اللي فاتت إنه بعد السنة التانية ويفضل أن يكون بعد السنة التانية بشهور يعني شهر اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية قاله كل ده ينفع طبعاً ينفع و أنا قلت لكم إنه كل ما التدريب بيتأخر كل ما كان التدريب بيحصل أسرع لأن الطفل بيبقى فاهم والعضلات القابضة خلاص نخلينا مركزيه فضل الطفل من يوم ما تولد لغاية ما بدأته أنت وبابا قررته إنه هيتعلم بيعمل يومياً يومياً من غير ما يقول لكم أنتوا فاهمين صعوبة هذه المهارة بالنسبة للطفل قد إيه إحنا بنخليه يمرن مخه إنه يبعث لمخه إشارات إنه يمسك نفسه يتحكم إنه ما يعملش وإنه يقول لنا هو بقاله أكتر من سنتين بيعمل هذا الأكت أو هذا الفعل دون أي تدخل من أي حد بيعمل وقت ما هو عايز مكان ما هو عايز ما هو لابس حفاظة بقى وهو نايم وهو بيلعب وهو بيتمشى وهو متشال وهو بياكل وهو أي حاجة هو بيعمل فاهمين قصدي؟ فمن هنا جات قيمة المرحلة التالتة إنه بيقول لكم ما يشير إلى إنه عايز يعمل بس تيجوا أنتوا بقى تهموا بأداء الفعل نفسه إنكم عايزين تقعدوا على التواليد أو على البوتي أو بتاعه تلاقوا عامل ما تحبطوش وما تتضايقوش ده دي المرحلة التالتة هو لو يملك أدوات التعبير كان يقول لكم أنا حاولت وفشلت المفروض نعمل إيه؟ المفروض إن إحنا نشجعه مش نشجعه إنه عمل كده لأ نشجعه إنه نقوله إيه؟ المرة الجاية هتقول لنا قبل ما تعمل حاول أو حاولي تقول لنا قبل ما تعمل هتبقى شاطر قوي لو قلت قبل ما تعمل ماما هتبقى فرحانة قوي لو قلت قبل ما تعمل بابا هيبقى فرحان تيتها هتبقى فرحة وهكذا هندي للطفل محفزات نقوله استمر في المحاولة يا بطل استمر في بذل المجهود ان شاء الله هتنجح قريب هتنجح بنقولها بكل الطرق ما نقولش إيه إنت زي إياكم والتقنيب إياكم والتقنيب وفيه فرق ما بين التقنيب والاحتفاء مش معنى كده أنه نحتفي اللي هو إيه برافو عليك ان انت عملت على روح لا ما قلتش كده بس أنا بقول إيه لما يحصل ده ما نقولوش كده وانت عمل دي محبطة جدا للطفل لأن انتوا ما بتبقوش عارفين نفسيته إيه هو حاول فعلا وفشل فكده مش عايزينه يصدق أو مش عايزين جسمه يصدق وعقله يصدق أنه مش قادر ده احنا عايزين يصدق أنه قادر أنه هينجح فاكرين لما كان بيتعلم المش فاكرين لما كان بيتعلم الكلام أنه بينطق كلمة غلط أو كلمة نشبه عليها أن هي كلمة نقول له صح قولها بقى صح ونقعد نكررها لما كان بيتعلم المش وبيحاول يقف ويمشي ويقع نقول له برافو علي يلا قوم هتنجح تاني نفس الحكاية هو هنا في المرحلة الثالثة دي حاول بس فشل بس قال لنا وده الجديد تيجي بقى المرحلة الرابعة أن الطفل ينجح في مرات ويفشل في مرات طب إيه خطورة بقى المرحلة دي أولا المرحلة دي مهمة جدا خطورة المرحلة دي إن احنا ممكن يتهيأ أو يهيأ لبعض الأمهات والأباء وأنا بقول بكرر للأمهات لأن الأمهات هم اللي بيكونوا في خط في التماس مع الطفل أو الطفلة في الحالة اللي زي دي يقعد يقولوا إيه طب ما هو بيعرف هو لا ده بمزاجه ده هو قصد يديقنا ده هو قصد ده هو مكسل لا 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 هو مرات بينجح ومرات بيفشل ودي مرحلة عظيمة دي المرحلة الرابعة دي المرحلة رقم أربعة من الست مراحل فاضل مرحلتين بس فلما نوصل للمرحلة دي إنه ينجح في مرات ويفشل في مرات يا أما أنت كريم يا رب نحنا بنقرب قوي طيب المفروض نعمل إيه في المرات اللي نجح فيها الطفل يجب أن نعظم من شأنه ونحتفي بالطفل ونسقف له ونبرك له ونقول له إن هنجيب لك حاجات حلوة وهنجيب لك هدايا ونبلغ كل الأفراد العيلة أو كل المحيطين بالطفل مش لازم يكونوا عيلة بس كل المحيطين بالطفل والطفل بيشوفهم الطفل بيحس بالنشوة وبالفرح إنه عمل حاجة واتبسط بها قوي إن كل الناس دي مبسوطة فده بيكون محفز كبير جدا جدا إن هو يبدي مزيد من المحاولات عشان ينجح مرات أكتر طب في المرات اللي فشل فيها سر يجب أن يكون الأمر كأنه سر بينك وبين الطفل ممكن يبقى بابا عارف بس ما تبينيش للطفل إن بابا عارف تقولوا له خلاص إحنا مش هنقول لحد عشان إنت إيه دي مرة كده إنما المرات الجاعة هتنجح الطفل بيكون في منتهى الحساسية الطفل بيكون في منتهى الحساسية تجاه التعريف بخطأه أمام الأشخاص اللي هو بيحبهم يعني ما نجيش تعال يا بابا شوف شوف فلان ولا فلانة إن كان اسم بقى الطفل معرفش يعملوا بتأييه يا وقع ده على الطفل وحش جدا جدا ومحبط وحش والطفل يعني بيبقى حاسس بقى حاسيس وحشة والله ده أنا بحاول بس مرات نجحت ومرات فشل فالمرات اتفقنا اللي نجح اللي نجح فيها بنعمل إيه المرات اللي فشل كأن شيئا لم يكن مش بس سر ده أنت يتشجعيه ولا يهمك برافو عليك برافو عليك المرة الجاة هتحاول أكتر المرة الجاة أعودوا تكلموا مع الطفل زي ما أنتوا عايزين في الأمر ده وبحماس حقيقي وبحب حقيقي وبتحفيز حقيقي خلاص خلاص يجب أن نتعامل بطبيعية عند حدوث هذا الأمر وكأن هذا خطأ عابر لن يتكرر لازم نقنع نفسنا ونقنع الطفل بكذا إيه يعني فيش مشكلة خالص يلا 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 هنتنظف هو هنخسل وبتاعه هنخسل مكان اليورين أو مكان الستول البول أو البرازي يعني ويلا وهنلبس هدوم نظيفة وإلا أن حكا حصلت لأن أنت دي مرة كده وخلاص إنما أنت شاطر إنما أنت شاطرة إنما أنت بتعرفي إنما أنت هتقدري إنما أنت قادر إنما أنت هتتعلم خلاص وإحنا بنعمل ده نزيد من التحفيز دي المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة إن الطفل يتحكم طول النهار ويفشل في التحكم بالليل ويعني وهو نايم مش بالليل اللي هو بعد المغرب يعني لا إن الطفل يبقى طول النهار ناجح بيقول لنا بيشاور لنا وعلى فكرة اتفقوا مع الأطفال على إشارات بسيطة يعني إيه يعني ما تقولوش للأطفال لما تبقى عايز تعمل في التويلت أو في الحمام ما تقولش مش لازم نقوله قول يا ماما أنا عايز أروح الحمام لأ دي جملة مركبة جدا بالنسبة للطفل خلوه يقول كلمة واحدة بيبي طويلت هو لو قال ماما بيبي فهمين قصدي علموه إنه يعبر بأبسط الطرق عشان ما يجهدش نفسه زيادة في استدعاء مخرجات لغوية أو ألفاظ يعبر بيعن اللي هو عايزه فالوقت البيني ده أو الفترة البينية دي يقع فيها إيه المحذور ويبقى مش قادر يمسك نفسه فيبقى طول النهار الطفل بيتحكم دي المرحلة الخامسة بس هو نايم ما بيتحكمش عادي عادي آه عادي بالليل ده لسه له قصة تانية تمام خلاص أما المرحلة السادسة وهي الأخيرة طبعا هي إن الطفل يتحكم على مدار اليوم يعني بالنهار وبالليله هو نايم ويتحكم جوه البيت وبره البيت خلاص طيب يجب مع التدريب إن إحنا نطبق التالي ممنوع شرب السوائل قبل النوم بساعة أو بساعة ونص على الأقل يعني إيه يعني خلاص الطفل تعشى إحنا عارفين إن الطفل مثلا هينام الساعة تمانية أو هينام الساعة تسعة أو هينام ساعة تسعة ونص يبقى نكون عارفين إن آخر مشروبات سواء مية أو عصاير أو كده وأنا بتكلم هنا عن المية هو يعني العصاير دي غير مستحبة تمام خلاص قبل النوم بساعة على الأقل أو بساعة ونص كمان اشرب بعشا مش هنشرب تاني دلوقتي الحكاية دي بتفرق جدا مع الاطفال تمام؟ طيب النصيحة التانية هي انه لازم نصحي الطفل بالليل علشان نقعده على التولاد والحقيقة ان الموضوع ده بقى الموضوع ده بالذات عليه خلاف مش خلاف ان صحه وغلط لا هو خلينا نطمنكم انه احنا بنتكلم دلوقتي عن التحكم الليلي بقى انه هو وهو نايم يتحكم ازاي تمام؟ في مدرسة بتقول خلوا الطفل نايم قال لأ هيلبس حفاظه اه يلبس حفاظه ونايم خلوا بالكوا في الفترات في المراحل الاولانية خلاص مبيلبسش حفاظه خلوا بالكوا قوي من النقطة دي خلوا بالكوا قوي من النقطة دي و احنا بنعلم الطفل في المراحل الستة دول ما الطفل مبيلبسش حفاظه خلاص احنا قلعنا الحفاظات وشلنا السجاجيد وحطينا مشمع ولا حاجة من الحاجات اللي هي بتتغسل بسهولة على الكنب وعلى الكراسي وعلى الأرض وعلى سريره وعلى أي منطقة طفل عارفين أنه بيعود عليها لازم نبقى مجهزين نفسنا أنه ممكن يحصل عليها شيء من البول أو البراز إنما مش هنقعد نلخبط الطفل إن احنا شوية نلبس وحفظه وشوية لا خلوا بالكم النقطة دي نقطة شديدة الأهمية خلاص؟ طيب الاتجاه الأول زي ما بقولكه إن فيه اتجاه يقولك إيه خلوا الطفل نايم وتمام هو لما هيعمل وهو نايم بمرور الوقت هيتعلم هيتعلم إزاي؟ هيصحى وهيجي يحس إن هو بل نفسه فيبتدي وهو نايم يقول يعني حاجة تنبه إن هو يصحى علشان يمنع ده بس هذا الأمر أنا بقولكه فيه مدارس وفيه دول بيعملوا الحكاية دي بس الموضوع ده بيطول معهم شوية طيب فيه اتجاه تاني هو أنا أقولكه بقى الاتجاه التالت هناخد دلوقتي هناخد الحاجة الحلوة من هنا والحاجة الحلوة هنا فيه اتجاه تاني يقولك لا المفروض هو الطفل نايم نصحيه بمعدل كل ساعتين وإنتوا هتلاقيكم سمعتوا مني حاجة زي كده قبل جد كل ساعتين طفل نايم هو بنصحيه كل ساعتين وبنحطه على التوالد وده لتنبيه نعكاس المسانة عند الامتلاء يعني احنا عايزين نحفز المسانة إنها لما تتملي المسانة تحديدا صعب أو الطفل يعمل برازه هو نايم خلاص فاحنا لازم نصحيه كل ساعتين ونقعده على التوالد ده اتجاه برضو خلاص كده طيب أما لنا هنصحكم بإيه بقى وده بيخلي التدريب أسرع بس من زاوية تانية بيخلي الأطفال تبقى مقريفة شوي يعني ليه؟ لأنه هو نايم فاعز إنهم بنصحيه وبنقعده وهو نايم وحاجات كده خلاص طيب نعمل إحنا إيه بقى هقولكو بس بعد ما نطلع للفاصل هنعمل بقى حاجة خاصة بينا إحنا بقى خاصة بينا إحنا يعديين نصيحة بقى عملية جدا هنطلع للفاصل ونرجع نكمل على طول ما حضراتكم يحكى أنا مازال متواصل خليكو أعادين إيه واتروعوا في حد أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة قبل الفاصل على طول قلنا لحضراتكم بالنسبة لتعليم التحكم الليلي بقى اللي هو الطفل نايم قلت لحضراتكم إن فيه اتجاهين الاتجاه الأولاني بيقول لا سيبوا الطفل نايم وهو بمرور الوقت هيتعلم إن هو يصحى هيصحى لما يكون عمل في الأول وبعد كده هيصحى قبل ما يعمل خلاص لما المسانة تكونت نبهت وهيطلب مننا المساعدة فبالتالي يلحق نفسه ده وهو نايم وقلنا إن اللي بيعمله الاتجاه ده وده مش غلط اللي بيعمله الاتجاه ده أنا بقوله هو ده مش غلط الطفل بياخد فترة أطول في التدريب الليلي بياخد فترة أطول وفيه بلاد فيه بلاد كاملة بتتبنى هذه الطريقة طيب الاتجاه الثاني إيه؟ لا إن إحنا الطفل نام بنصحي إحنا كل ساعتين ونقعده على الطويلت عمل ما عملش مش قضية المهم إن إحنا عايزين ويفهم إنه القعد على الطويلت حتى بالليل دي أمر مطلوب وده زي ما قلنا بينبه برضو الأعصاب اللي في المثانة إنها في حالة الامتلاء الامتلاء إلى الدرجة على طول المثانة دي فيها بول على فكرة بس هو الفكرة كلها إيه؟ إحنا بنحس إمتى إن إحنا عايزين ندخل الحمام لما الامتلاء ده يصل إلى درجة معينة تمام؟ يقوم نتنبه فنصحى فنقوم ندخل الحمام وقلنا إن ده اللي بيعمله كده بيحصله على نتائج أسرع بس دي لها عيوب إن الطفل بيبقى مقريف وفي بعض الأراء بتقول إن ده يعني بيبقى ضد شوية الفطرة إن الطفل يتعلم لوحده فأنا قلت لحضراتكم قبل الفصل على طول لا إحنا هنعمل بقى إحنا حاجة تالتة إيه هي الحاجة التالتة؟ خدوها مني بقى النصيحة دي إحنا هنتعلم لغاية المرحلة الخامسة اللي هو إن الطفل يكون بيتحكم طول النهار وبيقول لنا وبقى زي الفل ولكن بالليل مش متحكم تمام كده؟ خلاص؟ هنخلي خطوة إنه هو إن إحنا نصحيدي يعني أنا مع الاتجاه التاني بس لما الجو يكون أقرب بدأ يبرد شوية يعني فرضا لو بدأنا التدريب في فصل الصيف أو لما الجو بيبقى حرم وممكن الحر دلوقتي يكون في الربيع مش في الصيف خلاص؟ نخلينا على الاتجاه الأول خلاص؟ لكن لما الجو يبتدي يبقى فيه البرودة الليلية شوية طبيعي إن الرغبة في التباول بتزيد إنسانيا يعني الإنسان بشكل عام رغبته في التباول بتزيد لما الجو يبقى أبرد نتيجة إن العرق بيقل مستوى العرق بيقل هنا بقى نبتدي نصحي الطفل فاهمين قصدي؟ طيب الفترة دي على ما تحصل إذا الطفل تعلم لوحده وصحي وتنبه خير ما حصلش يبقى عارفين إن إحنا هنعلمه يعني المرحلة دي بقى مؤجلة شوي هنستفيد من الظواهر الطبيعية من فكرة إنه لما الجو في بدايات الخريف كده ابتدى الجو يبرد شوية نستفيد إحنا من إنه الرغبة في التباول بتزيد نقوم نصحيه كل ساعتين طب هو الصحيان كل ساعتين ده للأبد؟ لا أبدا أبدا ده الموضوع كله بياخد أسبوعين أسبوعين فقط لغير أسبوعين ده حد أقصى كمان الطفل بعد الأسبوعين ده ده حد أقصى يعني هو بعد كده اللي بيصحى أول ما المسانة تتميلي إلى الحد اللي هو يجب أن تفرغ أو يجب أن تفرغ من محتوىها يعني بيقوم الطفل يصحى ويطلب المساعدة وعشان كده أنا بأكد عليكم ضرورة إن إحنا ننبه على الطفل ونعلمه ونشجعه إنه هو يطلب مننا المساعدة في حالة استيقاظه يعني لما يصحى أصلي فيه ناس على فكرة أنا بقول لكم الحقيقة فيه ناس لما بيبقوا نايمين وييجي الطفل مسلا أن يصحيهم عشان يدخلهم فبيكون رد فعلهم بيخوف الأطفال أحيان إن فيه أطفال فيه ناس تقول لك إيه أنا ما صدقت أنام أو أنا لما بنام ما حبش حد يصحيني كده على فجأة لا معلش حضرتك أو حضرتك ده ابنكو أو بنتكو يعني أمال هيصحي مياه هيصحي الجيران يعني هيقول لهم معلش دخلوني لتويلت عشان بابا وماما بيبقوا أفشين شوية لما يصحوا منهم خالص لازم نمرن نفسنا على القبول ده على قبول هذه الأشياء ونتخلص من طباعنا اللي هي مش هتنعكس بشكل إيجابي على أولادنا وبناتنا فاهمين قصدي فلازم نشجع الطفل أصلي فيه أمهات يقول لك إيه لما تقلق ما يبقوا حتى أطفال أجل اوعد سيب اوعد سيب وتخليك لغاية ما تعرف لو جت لي وقلت لي أو جت لقت وبتاق لا لا غلط ما تعمليش كده حضرتك ما تعملش كده حضرتك برضه ما تقولش إيه ده هم مصل شوية كم ساعة بنامهم عشان أنا طول النهار شقيق يا عمي ماشي ما هو أنت ابنك وبنتك دول بيتعلموا بيخافوا جالوا كابوس جالوا رهاب ليلي بعد الشهر جالوا كابوس هيعمل إيه يعني الطفل تفزع فلازم يقوم من مكان نومه من غرفته يعني ويجي لك أو يجي لك خلاص فأنا بقولك وأكدوا على الأطفال بضرورة طلب المساعدة أول ما تسح أو أول ما تسح بنكلم ولد أو بنكلم بنت تحس أنك عايز تخش للتوالت أو تخش الحمام تيجي تقول للماما وبابا على طوق فورا خلاص هنا الطفل بيحس بالأمان وبإحنا ده وتبقى وسيلة مساعدة أنه هو يتعلم التحكم الليلي من الأخطاء الشائعة في موضوع التعلم أن فيه ناس بيحطوا البوتي البوتي بنكوسين اللي هي الأصلية بيحطوا البوتي في أي مكان في البيت ماشي يعني فيه ناس بتعمل كده بس ده خطأ ما بقولش أن ده يعني هيمنع التحكم ولا حاجة لا بس بقول إيه إن خطأ البوتي لازم تحط في الحمام برده يعني ما ينفعش البوتي يبقى في الريسيبشن أو في المطبخ أو في قط النوم أو بتاع ما فيش حاجة كده فيه ناس بتقول إيه لازم تبقى موجودة كده في مكان سهل على الطفل علشان يعرف يمسك نفسه بسرعة لا ما هو ده ماشي ما ديه زاوية إنما هو اللي بيمسك نفسه مش هيفرق معا التوجه إلى الحمام يعني ما إحنا مفترضين إن إحنا عايشين في بيوت عادية يعني مش إن الحمام على بعد مئات الأمطار من سرير الطفل فاهمين قصدي فده يعني تزيد أو يعني أو يعني مبلغة أو يعني البوتي مكانها في الحمام ليه ليه لازم نوضع البوتي في الحمام عشان الطفل يفهم إن عملية الإخراج لها خصوصية فاهمين قصدي يعني عملية الإخراج دي ما تتمش في أي وقت أو سوري ما تتمش في أي مكان مش مرة تكون في المطبخ ومرة تكون في الريسابشن ومرة تكون في قط النوم بتاعة بابا وماما ومرة تكون في مش عارف الحمام لا هو الإخراج في الحمام فاهمين قصدي يبقى لو عايزين نستخدم البوتي يعني لو مش هنقعد الطفل على التواليت بتاع الكبار بس بعد ما نحط له القاعدة المخصصة للأطفال يقعد على البوتي أو على الأصرية قديني بقولها هو باللغة العمية أو بالعربي في الحمام برضه خلاص؟ طيب ده خطأ شائع إن البوتي تكون موجودة في أي مكان نخليها في الحمام من الأخطاء برضه إن الطفل يدخل الحمام ومعه حاجات يعني معه لعبته المفضلة مثلا ده أمر غلط أو مع التليفون غلط غلط لإن عملية الإخراج لا يجب أن تتم بمساومة بعد كده كل حاجة اللعبة هي هنخلص ونخرج له التليفون بتاعك أو التابلت بتاعك اللي تلعب عليه أو أي أن كان يعني الفترة المسموح بيها أنه يلعب أنا بقول له هو بن قسين مش في المطلق موجود بس مش لازم ناخد الحاجات دي معنا جوه خلاص؟ وإذا كان الأمر ده ممكن نعديه في بدايات التدريب كل ما الوقت يعدي نتخلص منه يعني فيه أمهات ممكن في بداية التدريب ماشي الطفل يبقى عايز يشبط في أي حاجة هو بيهرب من الحكاية يقول لك عايز عصير ماشي يا سيء خد العصير عايز اللعبة دي تبقى معايا عايز بابا ييجي معايا عايز مش عايز ماشي ماشي في الأول لكن بعد كده نبتدي نتخلص إحنا ونخلص الطفل من الربط الشرطي ده لازم الطفل يتعلم أن الإخراج عملية عادية تلقائية لا يجب ربطها بشيء وكل ما هو غير طبيعي هو غير مفيد فاهمين قصدي؟ خلاص؟ يعني المفروض أن إحنا لو ندخل حمام ندخل حمام عادي كده فاهمين؟ فاهمين قصدي طبعا؟ لأن فيه ناس تقولك أنا ما دخلش الحمام غير معايا حاجة أراها ما دخلش الحمام غير وانا معايا سجارة ما دخلش الحمام غير وانا معايا في إنجان أقل ليه يعني؟ ده إخراج يعني أنت يعني أنت داخل تعمل عملية معينة وتخرج أكت فعل معينة وتخرج ما تربطوش بقى بأي حاجة لأن ربطه بالأشياء دي هيعطل عملية الإخراج الطبيعي أو مش هتبقى سير العملية ما تكونش طبيعي برضو من الأخطاء أن فيه ناس بتستخدم الحيوانات كنموذج لتعليم الطفل المهارة أو تتكلم عن الموضوع ده خصوصاً اللي هم بيربوا الكلاب والقطط والحاجات دي كلها ده غلط غلط فادح يعني ما ينفعش نقارن ما بين الحيوان والإنسان وخاصة لو الإنسان ده ابننا أو بنتنا يعني فاهمين قصدي؟ هتقولولي طيب فيه فيديوهات بتبقى موجودة على اليوتيوب والحاجات دي كلها نعمل إيه؟ نفرج الطفل عليها ولا لأ؟ نتفرج إحنا الأول عليها على الفيديوهات دي إذا لقنا فيها أي حاجة مش طبيعية ما نفرجش الطفل عليه إنما لو لقنا العملية طبيعية وهو ما أشك فيه كثيراً يعني خلاص إذا لقنا فيديو طبيعي وماشي طبيعي كده وماشي عدل آه نفرج الطفل بص يا حبيب بص هنا بقى الولد ده أدك أو البنت دي أدك أو البنت دي أدك أهو بيعملوا عادي هم بيعودوا على الطايلت وبيعودوا عادي وبيعملوا عادي ومش عارف إيه ده لو لقنا الفيديو طبيعي إنما لو لقنا الفيديو فيه أي حاجة كده مش منطقية أو حاجة حملت أو جهزة ما بيتقال يعني لا يبقى ما فيش أنا بقى رأيي الشخصي بلاش خالص رأيي الشخصي بلاش ليه؟ الطفل مش محتاج يشوف عشان يعمل هو حتى في الأكل بيتعلم الأكل لما احنا ناكل قدامه بيتعلم الكلام لما احنا بنتكلم قدامه هتقولي طب ده بيتعلم ده إزاي؟ هيشوفنا؟ آه يشوفنا آه يشوفنا انتوا مفاكرين أن أنا بهزر الطفل الولد مفضل جدا أن يشوف بابا لأنه بيعايز يقلط بابا والبنت بيعايز يقلط مامتها عادي جدا أن في بدايات التعلم خلاص ممكن طفلك يفتح كده الحمام ويتقول له تعاق مامته حتى تقول له بص بابا بيعمل أوه إزاي؟ الكبار بقى بيعمله كده بتقولي ده إزاي ده ما ينفعش ومش عارف إيه؟ ده في البداية فده بالنسبة لنا أفضل وأبرك وأحسن وأأمن مليار مرة من أي فيديو على اليوتيوب أنه يشوف انتوا شخصية خلاص؟ خصوصا في البدايات أنا بقول له في البدايات بعد كده الأمر فيه خصوصية كاملة وقتلو الطفل بعد كده حتى ما يحبش أن حد يبقى موجود ولا الكلام ده كله في الأول بيعايز مامته تبقى موجودة وبيحب التشجيع وبيحب بعد كده هو هيبقى هو نفسه اللي بيحتاج إلى الخصوصية النصيحة اللي أنا قلتها قبل كده وبكررها أن فيه ضرورة للتخلي الكامل عن الحفاظة أثناء عملية التدريب حد هيقولي طيب الحوافز أو المكافآت مهمة ولا مش مهمة غلط ولا صح أقول لكم لا هي مهمة جدا في الأول وأنا قلت لكم أنت لما تعمل كده هنعمل كذا لما تعمل كده هنعمل كذا هتقولي له الله تم أنت لسه قيل المفروض عملية الإخراج تبع عملية طبيعية تلقائية ما ترتبطش بأي حاجة آه ده لما الطفل يكون تعالق أنا بتكلم في البداية في البداية فاهمين قصدي الحوافز أمر مهم جدا في المهارة دي الحوافز أمر مهم جدا في بداية تعلم هذه المهارة أنت لما تعمل كده هتاخد اللعبة بتاعتك اللي إحنا أو هتختار لعبة إحنا هنجيبها لك لما تعمل كده هنخرج وهنتفسح لما تعمل كده هنعمل كذا لما تعمل الرابط ده الطفل هنا بيكون هنا الحوافز أو الجوائز دي حاجة آه محفزة أو مهمة بالنسبة له علشان يبدي مزيد من الجهد لا يمكن القول أن الطفل أبدأ التحكم إلا بعد مرور عام كامل على بداية التحكم وده لأن الأخطاء واردة البنات بتتعلم قبل الولاد ممنوع المقارنات ممنوع الكلام عن العقاب أو حتى التفكير فيه ما ينفعش يكون مطروح أصلا أمر العقاب ده ما ينفعش العقاب على إيه اللي طبعا فيه ناس بابتسمعني دلوقتي يقولوا يا نهارست فيه ناس بيعملوا حاجات أنا مش عايز أقولها بس أنتوا عارفين وأنا عارف أنتوا عارفين فيه ناس بتعمل حاجات في منتهى البشاعة لما بيجوا أعلموا أولادهم الموضوع ده بيخوفهم وبيعملوا لهم حاجات مؤلمة جدا بيخوفهم يعني أنهم إيه بيعمل التحكم الكاذب اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت خلاص التصرفات الطفل في هذا الموضوع لا تنطوي على سوء سلوك أبدا هي ما تنطوي على قدرة هو لسه مش قادر ولا أنه هو بيتعمد إحداث خطأ مثلا بيرجع لأسباب كتير قوي منها أنه هو لسه بيجرب تخزين المبادئ أو المعلومات الخاصة بالمهارة دي لسه ما ستفهاش كويس جوه دماغه المقاومة الطبيعية المتوقع من كل الأطفال ما أنا قلت لكم هو قاعد سنتين وشوية بيعمل بطريقة وبسهولة وكده إيه اللي عايزين يا غير ليه فاهمين قصدي محاولة يعني أن الطفل يترك ما تعود عليه ده أمر كبير أمر يعني كبير بالنسبة للطفل يعني أنه هو يسيب حاجة تعود عليها ده مش حاجة سهلة عشان كده اللي بازم تبزله مجهود حقيقي وبهدوء العقاب والعنف بيأخر تعليم هذه المهارة وأنا قلت لكم قبل كده في الحلقة اللي فاتت يعني إيه التعلم الكاذب لازم تقتنعوا أن الضغط على الطفل لن يأتي بأي نتائج إيجابية بالعكس ممكن يخلي الطفل يعند خلاص وأن الطفل يبقى مش عايز يعود على التواليد أو عايز يعود على البوتي أو بيعايد كل ما يشوف التواليد أو بيخاف منه وأن كل دي أمور وردة على فكرة من غير عقابه ولا حاجة في أطفال بتخاف من الأول حاجات دي بتختفي بالتدريج وما تقلقوش هذه مهارة هتعلمها الطفل كده كده وعايزينه يتعلمها على إيه على الأصول يا رب أكون يعني وفيت كده معلومات كتيرة أو جوانب كتيرة أكيد في حاجات ملحقتش أقولها ولكن إحنا قلنا أهم المهم خلاص لو في أي برضو أسئلة عايزين تسألوها في هذا الأمر ابعتولنا وإن شاء الله في حلقاتنا الجاية لو في أي حاجة أو أي اتجاه أو محور ما تكلمناش عنه وعد أن أنا لن أتجاهل هذه الملاحظات أو هذه الأسئلة إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يحكى ألو سلام عليكم